السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا لا يوم السبت 29 حزيران يونيو القمر اليوم موجود في برج الحمل وأيضا اليوم عنا اللي هي بداية تراجع كوكب زحل اللي رح يتراجع تقريبا لبداية شهر 11 القمر الآن موجود في برج الحمل زي ما حكينا رح يظل موجود بالحمل لغاية الساعة 12 ظهر يوم الأحد اللي هو يوم الغد بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الثور القمر الآن موجود في منزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان العمليات الصغرى تقليم الأظافر قص الشعر وأيضا يعني القمر رح يظل موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 6 و 42 دقيقة صباحا من صباح اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء القمر بما أنه موجود في برج الحمل معناته خلال هذا اليوم نشعر أن أكثر نشاط في العمل أكثر تصميما أكثر استقلالية ممكن نبدأ بمشاريع جديدة ولكن من المرجح أن تكون أفعلنا متسرعة أو متهورة علينا أن نكون حذرين على الطرقات أكثر أثناء الحركة أو قيادة السيارات ومنلاحظ أيضا أنه خلال هذا الوقت منفقد صبرنا في تعاملاتنا مع الآخرين وهذا الشيء ممكن يؤدي لمشاكل وحجج غير ضرورية منفقد دبلوماسيتنا وبتسيطر علينا العصبية وفرض الرأي والتحكم بالغير أيضا خلال هذا اليوم من القمر لما بيكون موجود في برج الحمل طبعا هاي فترة ممتازة جدا بلا إجراء فحص للعيون إذا لازم الأمر لذلك أو تعديل قصة شعرنا أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الزهرة وبين المريخ وهي زاوية إيجابية بطيئة تأثراتها إلها يومين ورح تستمر ثلاث أيام قادمة ذروتها الساعة أربعة وتسعة وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بيأسود جوعا من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة وبتزيد من اندفاعنا وشهوانيتنا وحبنا للملذات والاستمتاع بالحياة برضو بالدل على حسن حل الجنود والجيش ورجال الأمن الوطني وكذلك اليد العامل في قطاع الصناعة وكذلك نجاح المطربين والموسيقيين العاملين في الميدان الفني وتحقيقهم لمبيعات مهمة خصوصا الذكور منهم وكذلك الأغاني الثورية والوطنية المنتجات الفنية اللي تطرح في الأسواق رح تلاقي بعض الصعوبات ولكن في نهاية المطاف رح تحقق النجاح المطلوب ممكن تكون الحالة الصحية للناس جيدة جدا بهاي الفترة وتقل الأمراض ويميل الناس أكثر للترفيه والتسلية في الأندي ومزاولة الأنشطة الرياضية وهي فترة مناسبة لتنظيم المباريات والألعاب الرياضية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة هذه الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 10 و 16 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أكثر المتضررين هم اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية إذا بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب وبتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب وبتكون عنا بعض الرغبات اللي ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية أراقبوا كلامكم وتصرفاتكم لأنه ممكن تأذوا فيها الآخرين دون أن تشعروا الساعة 7 و 6 دقائق مساء بتوقيت جرينج من مساء اليوم السبت بيبدأ عنا تراجع زحل في برج الحوت طبعا هذا التراجع رح يكون مدته أربع أشهر ونص تقريبا يعني رح يستمر من اليوم ولغاية 15-11 هاي فترة التراجع لكوكب زحل كوكب النحس الكبير أو المعلم الصارم بنشعر بالضياع وبعدم قدرتنا على تنظيم أمورنا وبتعمل فوضى في حياتنا اليومية بيتضاءل عنا الحسب المسئولية والواجب رغم التزاماتنا من المحتمل أيضا أنه تزداد مصاريفنا وتختل ميزانيتنا أو نجد صعوبة في السيطرة على الوضع هاي أهم التأثيرات على جميع الأبراج لازم تنتبه لها أن أسبابها تراجع زحل بالفترة القادمة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لها إلا إذا كانت اضطرارية أما عمليات صغرى ما في أي مشكلة الرأس، الأسنان، اللسان، العضلات المخططة، القضيب، المرارة، الشريين، والدم هدولة الأكثر حساسية باقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم أيضا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لازلت الشعر الزايد بالليزر أو بالطرق التقليدية ويصلح أيضا لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بما أن القمر موجود في برج الحمل خلو المسار القادم غدا الأحد بيبدأ الساعة 4.56 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 23 يوم الآن الساعة 10.03 دقائق مساء بتوقيت جرينج بيصير 24 يوم أو نبدأ باليوم الأربع وعشرين نسبة الإضاءة 38% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة سعيد الآن بنسبة 10% ساعات الصباح سعيد بنسبة 30% ساعات الظهر سعيد بنسبة 60% القمر في الحمل حتى يوم 36 منتحس الآن بنسبة 40% ساعات الفجر سعيد بنسبة 10% ساعات الصباح منتحس بنسبة 10% ساعات الظهر منتحس بنسبة 40% عطارد في السرطان حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 100% الزهرة في السرطان حتى يوم 11 سبعة سعيد بنسبة 60% المريخ في الثور حتى يوم 20 سبعة سعيد بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 سعيد بنسبة 15% زحل اللي في الحوت رح يبدأ بالتراجع اليوم ورح يستمر التراجع ليوم 15-11 سعيد الآن بنسبة 15% ساعات المساء منتحس بنسبة 10% ورنصف الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 2 تسعة منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم اليوم أنكم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم فترة إيجابية حاول أنك تستغلها الطاقة ممتازة جدا وممكن تحصل على بعض الدعم الخارجي وربما اهتمامات مالية وقروض أو ديون ولكن إجمالا الوضع ممتاز حتى على المستوى العاطفي برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني لأن القمر موجود في بيت المتاعب ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم وكونوا صبورين ممكن تشعر ببعض الضغط اللي بيضغط عليك بعصبية حاول أنك تكون هادئ بالكامل الهدوء التام وحاول أنك تكون مرن ويعمل بشكل روتيني برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة وبتفرح بدعم من جهة ما قدم حلول معتدلة عشان تحظى بتحالف جيد وأيضا حاول أنك تنجز واتمم كل الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم قبل يوم الغد لأنه ابتداء من ظهر الغد القمر رح يوصل لبيت متاعبك فاستغل هذا اليوم لإنجاز الأعمال الضرورية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتظل الفرصة متاحة اليوم للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل تقديم طلبات أو مقابلات واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانك تحافظوا على إنجازاتكم القائمة بالعمل أو بغيرها أهم إشي أنك تنظم وقتك بشكل جيد احترم الموعيد هاي فترة بتطلب الدقة والمتابعة فعشان هيك بدك تحضر بشكل جيد وما ترتجل وما تخالف القوانين وما تشوه سمعتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتنشطوه في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب وتعتبر فترة مناسبة لإجتياز امتحان أو إجراء مقابلة وهي فترة جيدة لخوط تجربة جديدة وهي فترة مناسبة أيضا للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافي جديدة أو مجال جديد ويعتبر من أجمل أيام الشهر وخصوصا حتى على المستوى العاطفي على مستوى تقديم الطلبات السفر الهجرة الأوراق والمعاملات برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة بتظل متاحة لمكسب أو إيل وصلها بشراكة أو تعويض أو ممكن تحل بعض الأمور المالية اللي العلاقة ببنك ضريبة تأمين أو تسوية مع أحد الجهات أهمش أنك ما تفرض رأيك ما تكون عنيد وما تهم الأوراق الثبوتية وعدم حملها برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بترغبوا في تدعيم شراكاتكم القمر موجود مقابلكم اليوم هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز مصالحة أو تقارب مع الأحبة أو للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني ولكن يجب تجنب الانتقاد لأي شخص وتوجيه الملاحظات وحاذر المواجهات الكلامية وحاذر مخالفة التعليمات والقوانين أيضا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل اليوم تجدوا نوع من أنواع تعامل مع الزملاء فبرضو بدك تحاول أنك ما تدخل بصدامات مع زملائك بالعمل نظم جدوى الغذاء خذ قسط من الراحة من حين لآخر هذه فترة مهمة جدا بالرغم من التوتر الساد وحاذر النزاعات والتذمر وما تتمرد وما تغامر بموقعك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وأيضا اليوم ممتاز لتعزيز العلاقة معهم وبتكون الحضوض قوية ودعملة إلك وهذه تعتبر فترة ممتازة جدا ومناسبة للاجتماعات المهنية والعائلية أو العاطفية أو ممارسة هواية أو الاهتمام بالذات وأيضا ممتازة لتلقي في الأجواء برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم ترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم أو الاهتمام بالمسكن بالعيلة أو التفاهم مع أفراد العائلة ممكن اليوم تقدم على خطوة جريئة أو تظهر مسألة مهمة تحتاج للحوار والنقاط أهم إشيء لاهتمام اليوم ما تتهرب منه وخصوصا إذا دعت الحاجة لمسألة عائلية طارئة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم تنشطوا بالسفر والاتصالات ومنكم أشخاص اليوم ممكن ينطلق بمرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح ويعتبر هذا اليوم ممتاز جدا ومناسب لاجتياز امتحان أو مقابلة أو تسويق أو إقناع الغير بوجهة نظركم وأيضا اليوم جيد لأمور التجارية إذا استغلته أيضا بالأمور التجارية ممتاز واللي بدي يشتري أجهزة إلكترونية هذا اليوم ممتاز برج الحوت بالظل الفرصة متاحة لمكسب مالي اليوم وأيضا ممكن هاي الفرصة تيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يسترد أموال بتعود له أو يحصل عهدية أهمش إنك ما تضيع الفرص واضف طاقتك الذهنية والفكرية بشكل جيد في ساعات المساء ممكن يكون عندك رغبة لإسراف الفلوس بدون حساب حاول قدر الإمكان تمتنع أو تمنع نفسك من هذا الأمر وأيضا حاول إنك تضح حد للتساؤلات وناقش بوضوح وتجنب الالتباسات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء